الدفع نحو عملية سلام حقيقية هكذا انتهى البيان الختمي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية على إثر الحرب في غزة عملية سلام تؤدي لتطبيق طرح ليس بجديد قيام الدولة الفلسطينية ذات سيادة على أراضيها ضمن المبادرة العربية للسلام المبادرة العربية للسلام عبارة تتكرر على لسان العرب منذ 2002 تاريخ القمة العربية التي عقدت في بيروت والتي تبنت المبادرة بالإجماع بعدما طرحها ولي العهد السعودي أنذاك الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز هي التي تهدف باختصار بحسب بنود نصها إلى حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية مع العودة إلى حدود 1967 عودت اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة مقابل انتهاء الصراع العربي الإسرائيلي وأعلان السلام منهم من يعتبر المبادرة فشلت ومنهم من يعول على استمرار التداول بالحل ولكن يرى تقصيرا بالتنفيذ يكون التقصير أولا من الولايات المتحدة التي تتقبأ الضغط على الإسرائيليين لتقديم تنزلات نحو ال67 وبالوقت زيته تعاقب الحكومات اليمينية متطرفة بالكيان الإسرائيلي مفتاح بيد واشنطن هي اللي فيها تقرر إذا فيها تتراجع عن التعتراف بالسيادي على الجولان كخطوة أولى وعن القدس كعاصمة لإسرائيل وليكن فينا نبدأ بحكي بحل وبينما لا يزال الشرق الأوسط بعيدا عن أولويات واشنطن على العرب مسؤولية يجب أن تتكل على حلفاء اللي بيقدروا يفرضوا الحل يلي هن الدول العربية إذا حماس بدأت تفوت بالحل وهذا اللي استشفيناه من خطاب إسماعيل هنية من أكتر من أسبوعين يجب عليهم تعديل الشرعة تبعهم يعني متما عملت منظمة التحرير الفلسطينية لما كانت عم تفاوض إسرائيل من خلال محادثات أسلو أولا تخلت عن العمل المسلح وقبلت بـ 28% من أراضي فلسطين التاريخية وبعتقدت أقل من هيك ما ممكن تقبل في غياب أي حل بديل واقعي تبقى المبادرة العربية للسلام الطرح الأفضل لكنها غير قابلة للبحث حاليا فلغة الحوار لن تجد لها مكانا قبل أن يخفت صوت المدفع